يوم آخر ترتفع فيه لغات الموت في غزة لكن تقل فيه الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق جرائم ضد الإنسانية كما تصفها منظمات حقوق الإنسان الدولية تواصل إسرائيل غاراتها وترد الفصائل المسلحة من القطاع لكن عدد الشهداء يزداد مرتفعاً عن 230 شهيداً من بينهم 65 طفلاً وزارة الصحة في غزة أعلنت أن قوات الاحتلال استخدمت أنواع مختلفة من الأسلحة المحرمة دولياً وعلى مدار عشرة أيام استخدمت فيها الطائرات والمدفعية تهشمت فيها صور المباني والأبراج بمعظمها إلى ركام ودمار يتوحد العالم في ردود فعل غاضب على ما يجري من استهداف للمدنيين والأبرياء العراق شقيق فلسطين لم يكن بمنأة عن الأحداث المتسارعة في غزة على وجه الخصوص لتعلن وزارة الصحة فيه عن استعدادها لاستقبال الجرح الفلسطينيين ومعالجتهم يتحدث جيش الاحتلال عن 4070 صاروخاً أطلقت من غزة تجاه المناطق المحتلة لكن الجديد الذي لم يحدث في وقت سابق من حروب الجيش الإسرائيلي على غزة هو إطلاق أول طائرة حلقت فوق وزارة الدفاع الإسرائيلية باسم شهاب طائرة استطلاع أظهرت التكتيك العسكري التي تتقنه الفصائل لتضرب نقطة ضعف جديدة في خارطة الدفاع الأمني الإسرائيلي بوادر تهدئة كشفت عنها وسائل إعلام تعني بوضوح استسلام إسرائيل كما في كل مرة راضخة أمام الصمود الفلسطيني بعد معلومات كشفت عن عزم إسرائيل طلبها وقف إطلاق النار من جانب واحد وتخصيص ميزانية للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها عسقلان اشتركوا في القناة